السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً وسهلاً بأبنائي وبناتي طلاب وطلبات الصف الرابع على منصة البس المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات أصحابكم في رحلاتكم مستر محمد ناجي معلم رياضيات ومدارب مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية المعالمين بمحافظة بنسويف ونكم رحلتنا ورياضيات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 ووصلت رحلتنا للمحور المتقاوم ما زلنا فيه لحس العدد للعمليات في الوحدة التالتة اللي بعنوان مفاهيم القياس والمفهوم التاني قياس الوقت إن شاء الله هناخد الدرس الرابع اللي بعنوان وحدات قياس الوقت مع نهاية هذا الدرس نتمنى على الله أن نحقق مجموعة من الأهداف إن أولادنا يقدروا يقرأوا الساعة بالدقائق كمان يقدروا يشرحوا العلاقة ما بين وحدات قياس الوقت هنبدأ كده وين بص على الشكل الجميل بتاعنا والساعة البتاعتنا الساعة بتتكون من كم؟ بتتكون من ستين دقيقة وبالتالي عندنا الترقيم بتاع الساعة لو إحنا بصينا هلاقي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة لغيت اتناشر يبقى إذن اليوم بتتكون من 24 ساعة عندنا اتناشر ساعة وبعد كده تبدأ الساعة تعدي تاني لغيت ما تصل لاتناشر يبقى كده اليوم المسافة ما بين كل الرقم والرقم اللي يليه خمس دقائق يعني المسافة من اتناشر لغيت واحد كده يبقى خمس دقائق من واحد لغيت اتنين يبقى عشر دقائق من اتنين لغيت تلاتة يبقى كده خمس دقائق بقى خمستاشر من ثلاثة لغيت اربعة بقت عشرين من اربعة لغيت خمسة بقت خمسة وعشرين تمام يبقى خلي بالك ان عندي كمان في عقربين العقرب الصغير ده ده عقرب الساعات والعقرب الكبير ده ده عقرب مين الدقائق يبقى فيه نوعين من عقرب العقربين عقرب للدقائق وعقرب للساعات الكبير هو الدقائق والصغير يمثل الساعات يعني أنا وبسيط هنا لقى الساعة كام هلقى هنا الساعة ما بين العقرب اللي هو الصغير ما بين السبعة والثمانية يبقى سبعة سبعة وكام وقف عند الخمسة الخمسة دي يعني كم دقيقة يعني خمسة وعشرين دقيقة لان احنا قلنا المسافة ما بين كل رقم ورقم خمس داي فلاقي هنا دي خمسة وصل عند اتنين بقيت عشر عند التلاتة بقيت خمستاشر عند الاربعة بقيت عشرين عند الخمسة بقيت خمسة وعشرين دقيقة عند الستة بقيت تلاتين عند السبعة بقيت خمسة وثلاتين عند التمانية تبقى اربعين عند التسعة تبقى خمسة واربعين عند العشرة تبقى خمسين وعند الحداشرة تبقى خمسة وخمسين طب نقرأها ازاي؟ هنقرأها يبقى سابعة لان ما بين السبعة والثمانية يبقى الساعة سبعة وخمسة وعشرين دقيقة جد احنا تعرفنا على شكل مين الساعة طب تعال ناخد ايه بعض الساعات ونكتب الوقت عم بص على مين الساعة اللي عندنا هلاقي العقرب الصغية ما بين مين ومين ما بين الواحد والايه والاتنين يبقى الساعة كان يبقى الساعة الواحدة يبقى نكتب هنا واحد يبقى كده الساعة واحدة تمام تعال بقى نشوف العقرب الكبير فين عندي ستة تبدأ ستة يعني كم دقيقة نبص احنا هنا عند الواحد بقى خمس دقايق عند اتنين يبقى عشرة لان احنا بنمشي بنعد بالخمسين عند تلاتة يبقى خمستاشر دقيقة يبقى خمستاشر عند الاربع يبقى عشرين عند الخمسة يبقى خمسة وعشرين عند الستة برافو عليكم يبقى كام يبقى تلاتين يبقى الساعة كام الساعة واحدة وتلاتين دقيقة يبقى انا هكتب هنا عند الدقائق تلاتين يبقى انا كده اعرفت هكتب الساعة ازاي طب تعالى نبص على التانية نشوفها كده نحلها ازاي ألاقي العقرب الصغير هنا عند مين عند التلاتة يبقى هكتب تلاتة والساعة ثلاثة العشرين من دا يمثل الساعات طيب والكبير عند تمانية تبت يلا نعد عند الواحد كده يبقى خمسة قصاد الاتنين يبقى عشرة عند التلاتة يبقى خمستاشر كان كل مرة بزيد بالخمسات يبقى خمستاشر عند الاربعة يبقى عشرين عند الخمسة يبقى خمسة وعشرين عند الستة يبقى تلاتين، عند السبعة يبقى خمسة وتلاتين، عند الثمانية يبقى كام؟ أربعين، يبقى هنكتب أربعين، يبقى إذا الساعة بقت كام؟ بقت الساعة تلاتة واربعين دقيقة، لأن أنا العقرب الكبير عند ثمانية، يبقى عند الثمانية هتبقى كام؟ هتبقى أربعين، يبقى الساعة تلاتة واربعين دقيقة، تعال نشوف اللي بعدها، ألاقي العرب الصغير فين؟ برافو عليكم، أصاد مين؟ أصاد العشرة، أهو، يبقى الساعة كام؟ يبقى الساعة عشرة، الساعة كام؟ الساعة عشرة، الساعة كام عشرة، طيب ونشوف بقى كم دقيقة، تعالى نشوفه كم دقيقة، عند كده خمسة، هنا عشرة، كده خمستاشر، عند الاربعة بقت عشرين، عند الخمسة يبقى خمسة وعشرين، يبقى الساعة عشرة، وخمسة وعشرين ايه وخمسة وعشرين دقيقة طب تعالوا نشوف العلاقة ما بين الوحدات عندنا الاسبوع في كم يوم رابوا عليكم في سبع ايام وعندنا اليوم في اربعة وعشرين ساعة طيب والساعة في اه ستين دقيقة طيب والديقة في اه ستين ثانية احنا بدأنا من فوق قلنا الاسبوع في سبع ايام تابوا اليوم في اربعة وعشرين ساعة تابه الساعة فيها ستين ديئة تابه الديئة فيها ستين سانية لما نحول من وحدة كبيرة يعني اسبوع لأيام هنضرب في سبعة يبقى اسبوع واحد اضرب في سبعة تابل لو اسبوعين يبقى اثنين في سبعة باربعتاشرة تابل لو تلات اسابيع يبقى اثنين في سبعة بواحد وعشرين لو اربعة سبعة يبقى تمانية وعشرين يبقى لما حول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة نعمل عملية ايه ضرب ولما حول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة نعمل عملية ايه شطار نقسم يبقى من كبير لصغير نضرب ومن صغير لكبير نقسم طيب تعالوا نشوف اللي بعدها التاني اهيه يبقى العلقة ما بين اليوم والساعة اليوم في كم ساعة اربعة وعشرية يبقى المحول من اليوم للساعة هضرب واربعة وعشرين طيب لما حول من الساعة لليوم هقسم على اربعة وعشرين يبقى انا كده عرفت انا بعمل ايه طيب لما حول من ساعة لديئة يبقى من كبير له صغير هضرب في ستين طيب لما حول من دقايق لساعات هقسم على ستين طيب لما حول من دقيقة الثانية هضرب في ستين ولما حول من ثانية لديئة هقسم على كام? هقسم على الستين. طيب تعالوا نشوف مثال. يبقى الاسبوع الواحد هضرب في كام? راضوا عليكم هضرب في سبعة. هضرب في ايه? في سبعة. تعال نمسح كده دي عشان نقدر ايه? نحل مسألتنا. يبقى الاسبوع الواحد هضرب في كام? قلنا هنضرب في سبعة. يبقى انا من اسبوع ليه? ايام هعمل عامت ايه? الضرب. هضرب في كام? اقول له هضرب في سبعة. يبقى الاسبوع في كام يوم? اقول له في سبعة ايام. طيب لو اسبوعين يبقى اتنين في سبعة باربعتاشر. لو تلات اسابيع تلاتة في سبعة بواحد وعشرين. طيب لو هعكس. احاول من ايام لي مين? لا اسابيع. يبقى هعمل ايه? اروح مقسم على كام? اروح مقسم على السبعة. فقول له السبعة ايام. عايزة حاولهم الاسابيع يبقى تقسيم سبعة يديني واحد اسبوع. طيب لو اربعتاشر. اقسمه على السبعة يطلعوا اتنين اسبوعين تبلغ واحد وعشرين يوم هقسمهم على سبعة يطلعوا ثلاث أسابيع بناخد ايه شكلتين اليوم في كم ساعة اقول له اليوم في 24 ساعة فلما حاول من يوم لساعات هعمل عمليت ضرب هضرب في كم هضرب في 24 طيب طيب لو يومين يبقى هضرب في 24 يطلع 48 لو تلت ايام هضرب في 24 يطلع 72 تبلغوا عكست عايز أحاول الساعات لأيام، يبقى هقسم على 24، أقول له كده تقسيم 24، يبقى إذن 24، تقسيم 24 يطلع ليوم، لو 48 ساعة السموم على 24 يطلع يومين، لو 72 ساعة السموم على 24 يطلعوا ثلاث أيام، يطلعوا كم يوم؟ يطلعوا ثلاثة أيام، تابل نشوف اللي بعدها، الساعة فيها كم دقيقة؟ برافو عليكم فيها 60 دقيقة، يبقى لما حول من الكبير للصغير، هاضرف في كم؟ هاضرف في 60، ليه؟ لأن الساعة فيها 60 دقيقة، يبقى ساعة في 60 يديني 60 دقيقة، تابل لو ساعتين، اتنين في 60 يديني 120 دقيقة، لو ثلاثة ساعات في 160 يديني 180 دقيقة، تابل لو عكست وحولت الدقايق لساعات، هروح مقسم على كم؟ هروح مقسم على 60، هقسم على كم يا أولاد؟ على 60، يبقى عندي 60 تقسيم 60، يبقى بساعة، تابل لو 120 دقيقة تقسيم 60 يديني ساعتين، لو 180 تقسيم 60 يديني 3 ساعة، تابل بتاع ناخد ايه؟ أمثلة، يقول لي أكمل، خمس دقايق عايزة حاولهم لسواني، آه يبقى أنا أحاول من وحدة إيه؟ من وحدة كبيرة لوحدة أقل، يبقى عمل عملية إيه؟ هعمل عملية ضرب، هاضرف في كم؟ هاضرف في 60، أقول له بقى هنزل السفر واضرب خمسة بستة بتلاتين، يبقى ديه كم؟ يديني 300 ثانية، يبقى الخمس دقايق فيهم 300 ثانية، ناخد مثال تاني، ثلاث دقايق عايزة حاولهم لسواني، برضو من وحدة كبيرة لوحدة أقل، هاضرف، تابل وديها فيها كم ثانية؟ أقول لك فيها 60، بقى أنا هاضرف في كم؟ هاضرف فيه 60، أهو بالشكل ده، هروح منازل سفر واضرب، ثلاثة في ستة بـ 18 يبقى يديني 180 إيه؟ 180 ثانية، تعالي أخد مثال تاني، يقول لي بقى لأ هنزل 120 دي عايزة حاولهم لساعة، يبقى أروح مقسم، ليه؟ لأنا أحاول أحاول من وحدة صغيرة، هقسم على كم؟ هتقول لي هقسم على 60، لأن الساعة فيها 60 دقيقة، هاختصر السفر ده مع السفر ده في التقسيم، وقسم 12 على الستة فيها الكام فيها الاتنين، يبقى يديني كام يديني ساعتين، تعالي نشوف الاتنين اللي بعدها، 180 ثانية، عايزة حاولهم لدقايق، برابو عليكم يبقى أقسم برضو لأنا أحاول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة، هقسم على كم؟ هقسم على 60، لأن الدقيقة فيها 60 ثانية، هاختصر السفر لقدام المئة والثمانين، هطيره مع السفر لقدام الستين، يبقى فاضل 18 على الستة، برابو عليكم فيها التلاتة، يبقى يديني تلات ايه؟ تلات دقايق، اهي فعلا فعلا تلات دقايق، طلع بمئة والثمانين ثانية، يبقى المئة والثمانين ثانية بتلات دقايق، طيب نشوف مثال تاني، 21 يوم عايزة حاولهم لأسابيع، طيب مين الأكبر اليوم ولا الأسابيع؟ تقول للايه؟ الأسابيع، يبقى أنا أحاول من وحدة صغيرة وروح مقسم، هقسم على كم؟ هقسم على سبعة، طيب 21 تقسيم سبعة فيها الكام؟ أقول لك فيها التلاتة، يبقى يديني تلات أسابيع، طيب اللي بعدها، خمس أيام عايزة حاولهم لساعات، طيب اليوم في كم ساعة؟ فيها 24، يبقى أنا أقسم، هضرب في كام؟ هضرب في 24، أنا أحاول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة، يبقى أنا هضرب في 24، يلا نضرب خمسة في 24، بـ 20، سفره معنا، اللي 2، وخمسة في 22 بـ 10، يبقى 12، يبقى يديني 120، إيه؟ 120 ساعة، يبقى الخمس أيام فيهم 120 ساعة، تبقى أسبوعين ويومين، عايزة حاولهم لأيام، تبقى الأسبوع في كم يوم؟ تقول لي فيه؟ تبع، تبقى أسبوعين، يبقى 14، الشرط اللي 2 في 7 بـ 14، يبقى لو أسبوعين دوم بكام؟ بـ 14 يوم، الـ Y يعني زائد يومين، يبقى زائد 2، يبقى 14 زائد 2 يديك كم يوم؟ يديك 16 يوم، يبقى إيه زائد أسبوعين، ويومين، يبقى فيهم 16 يوم، تب نشوف اللي بعدها، أكمل ما يأتي ساعتين وثلاث دقايق، عايزة حاولهم لدقايق، الساعتين، هي الساعة فيها كام؟ ستين، يبقى ستين وستين، يبقى مية وعشرين، يبقى الساعتين بكام؟ بمية وكام؟ وعشرين، زائد لأن الواب معناها جمع، زائد كم ديك؟ زائد ثلاثة، يلا نجمع بقى مية وعشرين زائد ثلاثة، بربو عليكم يبقى مية وعشرين، 23، لان الـ 3 زي 0 هي التلاتة، واللي الـ 2 تنزل، وبعا كده الـ 1 يبقى يديني 123 دقيق. طيب اللي بعدها يوم و 6 ساعات، عايزين نحولهم لساعات. طيب اليوم في كم ساعة؟ برابع عليكم فيها 24 ساعة، يبقى اليوم في 24، يبقى اللي 24 و يبقى زائد، زائد كام زائد ستة نجمع 24 و 6 يبقى 30 يبقى يديني 30 ساعة ممتازين طب اللي بعدها أسبوعين و 3 ايام هو الأسبوع في كام يوم في 7 أيام طب أسبوعين يبقى 14 يوم يبقى الأسبوعين في يوم 14 يوم يبقى أنا هكتب 14 و يعني زائد زائد كام زائد 3 أيام تعال نجمع بقى 14 و 3 يديك 17 يبقى إذن هيديني 17 يوم سهلة جدا طيب ساعة و 15 دقيقة عايزة حولهم لدقائق طيب الساعة فيها كام تقولي 60 يبقى أقوله 60 اللي هي الساعة فيها كام دقيقة 60 دقيقة زائد موجود عندي 15 دقيقة يلا نجمع رقم رقم سفر زائد خمسة هي الخمسة و 6 و 1 يديني 7 يبقى الناتج بتاعي 75 دقيقة تعالوا نشوف اللي بعدها عايزة حول الدقيقة لساويني طيب من الأكبر الدقيقة يبقى هضرب في كام هضرب في 60 ممتازين يبقى 6 دقيقة هروح ضربهم في 60 هروح منزل السفر وابدأ أضرب 6 في 6 ب 36 يعني يديك 360 ايه ثانية طيب 120 دقيقة عايزة حولهم لساعة من الأصغر الدقيقة هنا أصغر يبقى حاول من واحدة صغيرة يبقى روح مقسم هقسم على كام برابو عليكم هقسم على 60 هقسم على كام على 60 اختصر السفر ده مع السفر ده وقسم 12 على الستة برابو عليكم فيها الاتنين يبقى يديني ساعتين 14 يوم عايزة حولهم لأسبوع برضو الأيام دي ايه قيمة صغيرة الأصغر اليوم يبقى حاول من واحدة صغيرة يبقى هقسم على كام على سبعة لأن الأسبوع في سبع أيام يبقى 14 يوم تقسيم سبعة يديني ايه اتنين يعني إذن هيبقى اتنين أسبوع طيب عايزة حاول الساعات ليه يوم برضو نفس الفكرة هحاول من واحدة صغيرة يبقى هقسم هقسم على كام هقسم على 24 ليه هقسم على اربعة وعشرين لان اليوم في اربعة وعشرين ساعة يبقى تمانية واربعين تقديم اربعة وعشرين برضو تديني اتنين يبقى ازا هيديني اتنين يوم تعالوا نشوف اللي بعدها نصف ساعة عايزة حولهم لدقايق نصف ساعة حولهم لايه لدقائق جميل طيب الساعة فيها كم دقيقة تقولي فيها ستين بس دي نص ساعة برابو عليكم يبقى بتلاتين يبقى النص ساعة فيها كم ديجا فيها تلاتين تبلغ ربع يبقى خمستاشر شطار تبلغ تلت يبقى كم يبقى عشرين طيب عايزين نحول خمس اسابيع ليه من الاخبر الاسابيع يبقى الاسابيع دي ايه وحدة كبيرة يبقى هعمل عملية الدار جميل طيب الاسبوع في كم يوم في سبعة شطار يبقى هضرب خمسة بسبعة بكام بخمسة وتلاتين يبقى يديني خمسة وتلاتين ايه خمسة وتلاتين يوم. قابل لي بعدها. تلت يوم عايزة حولهم لساعات. جميل. يبقى حول من يوم لساعة. يبقى هضرب. تمام? هضرب في كام? هضرب فيه. اليوم فيه اربعة وعشرين. يبقى هضرب فيه اربعة وعشرين. اهو بالشكل ده. طيب يلا نبدأ نختصر. التلاتة. اربعة وعشرين في واحد. تقول لي باربعة وعشرين. ممكن نضربها كده بسط ببسط. اربعة وعشرين ضرب واحد باربعة وعشرين. والمقام تلاتة ينزل زي ما هو. ابدأ بقى ايه? اقسم. اربعة وعشرين على التلاتة فيها الكام. برافو عليكم فيها التمانية. يبقى يديني تمن ساعة. خمسة وتلاتين يوم. عايزة حولهم لأسبوع. طيب. اليوم. الاسبوع فيه كم يوم? يبقى انا هقسم على كام? هقسم على سبعة شطار ليه? لان انا هحوى من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة. يبقى خمسة تلاتين تقسيم سبعة. فيها الخمسة. يبقى ايه دا نديني كام? خمس اسابيع. يبقى كده حولت من واحدة صغيرة لوحدة كبيرة بقسم. ولو حولت من كبير لايه? لصغير هعمل عمليه الضرب. وعرفت ان النص الساعة فيها كام? فيها تلاتين. والاسبوع فيه سبعة. تمام. بيقول لي اختاري الاجابة الصحيحة. يوم وخمس ساعات. عايزة حولهم لساعة جميل. اليوم الاول كده. اليوم في كام ساعة؟ برضو عليكم فيها اربعة وعشرين. يبقى انا هكتب كده اربعة وعشرين. اهي. جميل? حلو. الو يعني زائت. يبقى عامل عليك جامعة. زائت كام? زائت خمسة. يبقى انا كده حولت الاول اليوم لساعات. لقيت فيها اربعة وعشرين ساعة. وكان عندي ممقود خمس ساعات. تعالي نجمع. اربعة وعشرين زائت خمسة. برضو عليكم. يبديك كام? يبديك تسعة وعشرين. يبقى اربعة وعشرين. هنجمعناهم خمسة يديني تسعة وعشرين. يبقى انا اختار رقم ايه? يبقى ده اختار بتاعي رقم آلف. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى رقم آلف. هاي بالشكل ده. تابع اللي بعدها. خمس اسابيع عزحة ونهم اليوم. هشوف فيهم كام يوم. برافو عليكم. طيب. الاسبوع اكبر ولا اليوم? برافو عليكم الاسابيع اكبر. يبقى انا هعمل عملت ايه? ضرب. يبقى انا كده حددت. انا هضرب ولا هقسم? يبقى انا اشوف انا هحاول من وحدة كبيرة ولا من وحدة صغيرة? لو من وحدة كبيرة هضرب. طيب لو من وحدة صغيرة هقسم. طيب انا هحاول من اسابيع اليوم. طيب الاسبوع في كام يوم? هتقول لي فيه سبعة. يبقى ايزا هضرب في سبعة. اقول له خمسة ضرب سبعة كام? ممتاز. بخمسة وإيه؟ بخمسة وثلاثين يبقى أنا هختار كم؟ هختار خمسة وثلاثين يبقى الاختيار بتاعي رقم ديل يبقى أنا لازم أتعود أحيله بعد كده أختار ما ينفعش أختار كده بدون إيه؟ بدون حال لأن أنا لو اختارت بدون حال هختار غلط هختار إيه؟ خطأ تعالى أنا كده تعلمت إيه النهاردة؟ تعلمت إزاي أقرأ الساعة وعرفت إن الساعة بتتكون من ستين دقيقة والدقيقة فيها ستين ثانية المسافة ما بين كل عقرب وعقرب خمس إيه؟ خمس دقايق العقرب الصغير بيشاور على الساعات والعقرب الكبير بيشاور على الدقايق وعرفنا نكتب الساعة كمان عرفنا إن الأسبوع الأول فيه كم يوم؟ فيه سبع أيام تبقوا اليوم فيه كم ساعة؟ فيه أربعة وعشرين ساعة تبقوا الساعة فيها كم دقيقة؟ فيها ستين دقيقة تبقوا الدقيقة فيها كم سانية؟ فيها ستين سانية وعرفت كمان لما حاول من وحدة كبيرة الوحدة إيه؟ صغيرة؟ هعمل عملية ضرب ولما حاول من وحدة صغيرة الوحدة كبيرة هعمل عملية ايه القسمة يبقى كلا أنا تعلمت العلاقة ما بين وحدات قياس الوقت إلى هنا نص النهاية حلقتنا هذا اليوم على أمل لقاء بيكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله كان أصحابكم في رحلاتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب مادة الرياضيات بالأكاديمية المعنية للمعلمين في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله